تعالوا نشوف نفس المسألة دي لو ما قليش ان دي ماثلس وكان اداني لها ماث يعني مثلا قال ان دي الماث بتاعتها وليكن انا هسميها ام اار ام رد مثلا هنتعامل معها ازاي كل اللي هيختلف معايا في المعادلة هي قيمة الماث مومنت في امرشي اللي هيسميناها الجي حوالين ال او على اساس ان النقطة دي او يلا شوف بقى تساوي ايه هيبقى عندي الماث مجموعة two masses اللي هي الام الكنسنتراتي دي زائد الام بتاعت الرد وبالتالي تبقى الماث مومنت في امرشي هي مجموعة two masses مومنت في امرشي اللي هي هتبقى ايه ناخد دي لوحدها اللي هي ام في بعدها تربيع اللي هي 0.75 L squared يبقى دي كده الماث مومنت في امرشي للكونسنتراتي دي لوحدها طيب هضيف عليها بقى الماث مومنت في امرشي بتاعت الرد ده شوف هنعمل ايه هنقول ان دي خمسة وعشرين من مية ودي خمسة وسبعين من مية يبقى كده السي جي موجود هنا يبقى ده كده السي جي فهنعمل ايه هنروح واخدين بقى دي على جزئين اول حاجة هنقول انها واحد على اتناشر ام ار في L كلها تربيع يبقى اللي انا جبته ده هو عبارة عن الجي حوالين السنتر اوف جرافتي طيب انا عايز بقى اطلع منه واروح للنقطة دي اللي هي بتبعد عنه المسافة دي طبعا لو نلاحظ ان المسافة دي هي عبارة عن ايه السي جي واقع في نص الطول ودي خمسة وسبعين في المية يبقى تبقى لي خمسة وعشرين من المية اللي هما ربع الطول يعني فبالتالي هزود عليها الماس في مسافة النقل تربيع الماس اللي هي اسمها MR في مسافة النقل اللي هي ايه بقى اللي هي point twenty five L كل ده ايه تربيع يبقى ده الاختلاف الوحيد اللي هيحصل معايا في المسألة لو كان قال لي ان ده عبارة عن بيم لوماس اسمها MR كنت هدخل القيمة بتاعتها في المعادلة دي